سلام. هذا الفيديو سيكون مهم بأي تلميذ سواء كان من المتمدرسين أو من الأحرار إذا كنت تقرأ في المدرسة أو حر فهذا الفيديو سوف نفعك بأي تلميذ لأننا سوف نقوم بتصحيح الامتحان الجهوي في الاجتماعيات من الأول حتى الآخر يعني ما؟ يعني سوف تركز معي بالإضافة لهذا الشيء فهذا الامتحان سوف نخدم معكم موضوع مقالي سوف تركز جيدا لكي تتخرج بأكبر الصفات الممكنة أو طبيعة الحال من الذي تسأليه هذا الفيديو سوف تطيره هذا الامتحان الذي سوف نجعله لكم بصيغة PDF مع تصحيحه لكي تخدموه. أين سوف نجعله لكم الرابط؟ سوف نجعله لكم في وصف الفيديو أو في التعليق الأول إذا لم تركز ولم تخدم سوف نتفرج فيها نبدأ على بركة الله سوف نبدأ أولا بالوضع الاختبارية في متة التبيعة المواطنة لدينا فيها وثقة و سوف نتوفيها سبعة النقاط بإذن الله طبيعة الحال من التي تكون لديك واثقة هي الأولى فكتقرأها هي الأولى حتى تفهمها جيدا سوف تقرأ الأسئلة سوف نجعلها يمكنك أن تقرأ الفيديو و تقرأها المهم سوف نعطيكم شرح مختصر هذه الواثقة تدوي لنا على التنمية التي تقوم بها المغرب كانت تقرأ المشاريع التنمية يعني تقرأ المشاريع من الصناعة و الفلاحة و السياحة من المغرب لتطور الاقتصاد و ينميه ما تقول لك المغرب در مشاريع تنمية لا تحترمه للبعد البيئي لا تحترمه للبيئة وهذا شيئ غيبيا باللمغرب غير قادر لتواجه الظواهر العالمية هناك يقرأ الظواهر البيئية كيف حالما تعلن؟ العجز المائي، تضه وجود التربة، تزايد الطواهر المناخية المتطرفة، ارتفاع مستوى البحر التي يهدد سلامة السواحل المغربية، تراجع الغابات، الضغط على تنوى البيولوجي والتأثيرات المناخية نص يتعلم على الكثير من الأمور البيئية والتنمية لدر المغرب التي لا تحتارها سؤال يجب أن تكون بيّن القضية التي يطرحها النص بيّن القضية التي يطرحها النص يعني هذا النص أعلى من كدوي ونتابه، هنا قد تكون القضية سوف تكون بيّن حواجة لها ولكننا لا نعطيه كل شيء لا، سوف نعطيه بالتفاصيل للقضية هذه القضية بالطبع التي يتعلم على النص نص الذي يبدو القرية يبدو بهذه الأصفارات خيارات التنمية التي اعتمدها المغرب على أنماط نمو لا تراعي البواد البيئي إذا مجرد ما ستقرأ بعد البداية سوف تفهم أن هذا النص يدورك على التنمية التي لا تراعي البواد البيئي ومن الذي تكون القرية يدورك على التبعات على النتائج السلبية مثلا يقول لك أن هذه المشاريع الاقتصادية المغرب في المدن الساحلية مهددة بالغرق حيث المستوى البحر تزاد هذا كمثال فقط من هذا النص وبالتالي الجواب سيكون يطرح النص قضية التنمية الغير مستديمة التي لا تراعي البواد البيئي وتبعاتها على المغرب هذا هو الموضوع أو القضية التي يطرحها النص سؤال تاني استخرج من الوثيقة وانتبه فاشتقرأ استخرج من الوثيقة أو انطلاقا من الوثائق أو بناء على الوثائق هذه كلها كلمات تقول لك لا تجاوبي من الوثيقة وانما جاوبني من الوثيقة فقط وخل أستاذ يكون لكم معلومة لا تكره هذه تجاوبي من الوثيقة فقط نخرج من النص أهم القضايا البيئية التي يعاني منها المغرب إذن هنا تقول لك القضايا وقبيلات تقول لك القضية هنا يمكننا أن نضع القضايا البيئية التي يعاني منها المغرب لذلك نقرأ ونقلبها لكلمات المفتحية التي يمكن أن نستعملها كقضايا بيئية من الذي قرأت النص خرجت هذه الكلمات فيما ترى العجز المائي يعاني من مشكلة النقص المياه ويعاني من تدهو جودة التربة الصالحة الزراعة ويعاني من تراجع المجال الغباوي ويعاني من تأثيرات التغييرات المناخية والضغط على التنوى البيولوجي سيكون لها قضايا بيئية كيعاني منها المغرب إذن الجواب سيكون بهذا الشكل سيكون هذا يعاني المغرب من عدة قضايا بيئية أهمها لماذا قلت أهمها؟ أهمها تضهور جودة التربة والعجز المائي تزايد الطوائر المناخية المتطرفة وارتفاع مستوى البحر وتراجع المجال الغباوي نزيد نزمي واحد شوية ربا بيكون مكتبه لكم الكتابة كم زيان إذن ندوى الجواب يمكنك ذلك تقرأ جواب على خطرك سنرى شيئا أخرى من المغرب ستتحرك تأثير التغييرات المناخية على الموارد الطبيعية المغرب ركز مستوى ما ستخرج؟ ستتحرك تأثير التغييرات المناخية على الموارد الطبيعية في المغرب ستتقول لهم ستقول لهم هذيك التغييرات المناخية كيف تؤثر على الموارد الطبيعية واذا تؤثر عليها بسلب او لا بالإيجاب فهمت ذبب او لا فهمتش ولكن قبل ان هذا الشيء كامل خذك ايضا تكون فهم شنا هي الموارد الطبيعية وراني ديجا شرحت لكم في ذاك الفيديو دي الملخص دي الحفاظ على الموارد الطبيعية شنو قلت لكم قلت لكم بالموارد الطبيعي هي اي حاجة توفرها لنا الطبيعة تقدر تكون هاوى، ما، نبات، حيوان، كائنات حية، معادن اي حاجة توفرها لنا الطبيعة تعتبر موارد طبيعي من اللي نقرأ هذا النص هذا ما تلقوش شي جملة صريحة تقول لك باللي التغييرات المناخية تؤثر بالسلبة لهذا الموارد الطبيعية ولكن إلا قرأتهم زيان نص تلقاه في الاخير شنو كتبين لك كتبين لك بالإضافة إلى تأثيرات التغييرات المناخية هاد العبارة هذي كافية باش نخرج منها الجواب ديالي ركزون مايا يعني ما كانوا تقولوا قال لك أسيدي باللي السواحي المغربية اللي كتتوفر على قاع البنية الاقتصادية ديال المغرب غدا تغرق بسبب ارتفاع مستوى البحر وأيضا حتى الساكنة اللي ساكنين تم مايا غدا يقدروا يغراقوا بالإضافة لهذا الشيء كي ينضغط على التنوع البيولوجي الناتج على العوامي الاجتماعي والاقتصادية بحل تراجع المجال الغابوي والاستغلال مفرط الموارد الطبيعية مما يخل بالتوازنة البيئية بالإضافة إلى تأثيرات التغييرات المناخية شنو كتعني هذي كتعني أن هذي المشاكل اللي كانوا كيدوو عليها هنا راه ماشي غير غير العامي الاجتماعي والاقتصادي واللي كي يسببها ماشي غير المجتمع المغريبي والمصانع هما اللي كيديروها فقط لا حتى التأثير ديال التغييرات المناخية عنده دور مثلا عندك التغيير المناخي على سبيل المثال تصحر تصحر شنو كيدير كي نقصلك من المجال الغباوي كي قضاء الأشجار وكي تضعي برعن صحر عندك أو تاني ارتفاع درجة الحرارة هذي دخلاف تغييرات المناخية هذه حتيية كتقتل الغابات الأشجار كتقتلهم وأيضا كتساهم في التدهور ديال الفرشة المائية إلى آخر إذن هذه المشاكل هذه كي أثروا عليها التغييرات المناخية بالسلب وبالتالي الجواب ديالي غيكون هاكايا وأنا دبا متأكد منه مليون في المئة تؤثر التغييرات المناخية بشكل سلبي على الموارد الطبيعية بالمغرب حيث تساهم في تراجع الغابات وجودة التربة وفي إحداث عجز مائي سؤال ثلاثة يقول لك بالاعتماد على مكتسباتك وضح مجهودات المغرب في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ماذا قال لك هنا؟ قال لك بالاعتماد على مكتسباتك يعني بالاعتماد على هذا الشيء الذي تفهم من ترسيه في القسم أو الشرح الذي قدمنا لك على شكل الموارد الخاص كلهم بحل بحل يعني سوف نجاوز من رأسك هذا المرة مشي من الواتقة أوكي بيش نجاوزه سأعتمد أنا على ذلك الشيء الذي أعطيت في الخططة وهذا الشيء الذي أعطيت في الخططة هو الذي كان وليخ صوتته هنا كيفما كتشوفوا معي في هذة الخططة دي الحفاظ على الموارد الطبيعية درنا واحد المحور صمته آليات الحفاظ على الموارد الطبيعية ببلادي يعني شنال الأشياء اللي تحفظ للموارد طبيعية والبيئة المغرب يدر بزافة لقوانين لكي يحمي البيئة والموارد الطبيعية بحل قانون حماية البيئة ومحاربة التلوط وقانون المجال الطاقة الذي يحتوي على استعمال الموارد الطاقية المتجددة في بلاست الموارد الطاقية الغير متجددة وأيضا المغرب يطبق بزاف البرامج الوطنية التي تهدف لحماية البيئة والحفاظ على التنويل إحيائي وإصلاح الأوساط المتدهورة يعني إذا كنت أحد الغابة أو البلاست بيئية قربت نقارض وفي كل موقع أن نصلحها لكي ترجع إلى الحالة الطبيعية وإذا كنت أريد أن أجاب لكي أتواجه بهذا الشيء الذي أترابه أو ذلك الشيء الذي أترابه لا يوجد فرق لكي تخبرتك اتجعني المجهودات التي تحتوي على المغرب لكي يتحفظ على البيئة والموارد الطبيعية لا يوجد أن تستخدم هذه الفقرات ماذا؟ حيث هذه الفقرات هي دولة البرنامج الوطني لتحمي الموارد الطبيعية والبيئة وهي أيضا الهدف هو يعاول المجتمع لتحسن الوضعية إذن لا يمكنني أن أدخل المجتمع والماء والشروب والمصالح يجب أن نحبس من المجتمع الذي يعمل من البيئة يجب أن يكون داكع لا يجب أن يقبط أو ينقل يجب أن يجب فراسه ويجب أن يعمل فراسه يجب أن يكون هذا الجواب لا يجب أن يكون هذا بالنسبة للسؤال الثالث بالاعتماد على مكتسباتك وضح مجهودات المغرب في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية إذن ماذا قلت هنا؟ قلت بالاعتماد على مكتسباتك بالاعتماد على ما شرح لك الأستاذ أو ما شرحنا لك في المول الخاص أو في أي بلاسة أو الذي ستجاوبي أنا بطبيعة الحال ستجاوبي بالاعتماد على الخطوط لأنه لا يجب أن يكون محافظة أو موارد الطبيعية من المحور ومحور لأليات الحفاظ على الموارد الطبيعية هنا أجل أشياء لتحافظة للطبيعة والموارد الطبيعية مغرب مثلا نتجد الكثير من القوانين التي تهدف حماية الموارد الطبيعية والبيئة بحل قانون حماية البيئة ومحاربة التلوذ وقانون المجال الطاقي لإستعمال طاقات المتجددة في بلس طاقات غير متجددة أيضا مغرب يتجد الكثير من البرامج الوطنية التي تهدف حماية البيئة والموارد الطبيعية يجب أن يكون أكثر إذا كان سؤالي يقول لي سمع جيد سمع حتى ترى مهم سواء تمتع على الخطاطة أو ترسلي في الدفتر ستخربها إذا كانت تمرين يقول لك أعطيني المجهودات للمغرب لكي يحافظ على البيئة أو الموارد الطبيعية فأنت مثلا تجاوبي أو بالترس سوف ترسلي الفقرة لماذا؟ لكي يحافظ على البيئة وفي نفس الوقت يحسن وضع المجتمع المغربي ويوفر لهم الماء الصالح للشرب إذا تدخلت المجتمع المغربي والماء الصالح للشرب فأنت خرجت إلى إطار البيئة وبالتالي تجاوبيك مقص صحيح يعني كيف تريد أن تضع الجواب لا تكون غير تنقل إذا كانت غير تنقل ستجد زائرة ستسهل الجواب سيكون بهذه الشكلة كما ترون يقوم المغرب بعدة مجهودات للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية سنعطون هذه الأمثلة فهو سنة قوانين تضع على حمايتها كقانون حماية البيئة ومحاربة التلوط وقانون مجال الطاقة الذي يضع على اعتماد الطاقة المتجددة وأخرى لإنشاء محميات وستدبير النفايات كما يطبق عدة برامج وطنية للحفاظ على التنوع الإحيائي وإصلاح الأوساط البيئية المتدورة وهذا الشيء الذي يدرت هنا هو الذي يوجد في هذه الخوطة كيف لا ترونه القوانين يجبتهم من هنا ولكن لم تدخل في هذه الأشياء خاصة بالمجتمع لكي نخرج على الموضوع الإسفنجة السؤال الرابع بمناسبة اليوم العالمي للغابة تم تنظيم حملة تحسيسية في محطكم القريب من طرف إحدى جمعيات الهجم المدني للمحافظة على الغابة اقترح حلولا مناسبة للحفاظ عليها ما قالك هنا؟ قالك سيدي اليوم هو اليوم العالمي للحفاظ على الغابة مزيان قالك واحد الجمعيين انطمت واحدة حملة تحسيسية لكي توقع المواطنين مزيان قالك ان تقترح حلول لكي نحافظه على الغابة اوكي هنا اقترح تكون فاهم حيث ان هذه الحلول لا يوجد حتى في شيء يدرس سواء الذي يكتبه لك الأستاذ أو المرخصة لكي كان لا يوجد ممكن ولكن يجب أن تكون فاهم لكي تقدر تجاوب اذا كيف لا ترى ما هذا هو الجواب العثتان بالاعتباد على الفهم وبطبيعة الحال اي واحد ممكن يستعمل اي اسلوب ولكن يكون ذلك حلول عقلانية ومناسبة كيف مطلبوا منك انا قلت اليوم اقترح الحلول التالية للحفاظ على الغابة يجب ان يتم توظيف مجموعة من الحراس الذين سيصهرون على مراقبة الغابة لمنع اي شخص من قطع اشجارها بشكل غير قانوني واحد الله كما يجب ان توضع لافتات عدة وسط الغابة لتنبع الزوار من اضرام النار حتى لا تندلع حتى لا تندلع في الخشاش في الخشاش والاشجار كما يجب ان تنظم تظاهرات بشكل متكرر او لدوري افضل بشكل دوري لتوعية الساكنة بضرورة الحفاظ على الغابة والمشاركة ايضا في تشجيرها اذا هذه الحلول اللي اقترحت انا كيف ما كتشوفوا معنا دابا ادنا مكون الجغرافية ادنا فيه تمارين متعلقة بالمعارف الاساسية والمصطلحات قلك تمارين لول عرف المصطلحات التالية باش تدرجوك النقاط عندك قوة اقتصادية عظمى ونتج الداخلي والاجمالي القوة الاقتصادية العظمى ادتج عاعكم التعريفها فهذه المقالة هذه اللي در فيها تعريفها ل Beginnession المصطلحات الخاصة اللي كانت في الاطار المرجعي كل agents ART الأمريكية وكيف سنستعمل في الجواب هذا هو الجواب الذي تحبسه وتقرأ على خاطرك طبعا لا تنسوا أن تدخلوا لهذه المقالة سوف تنفعكم فيها تعارف ضروري يجب أن تشدوها الملخص الذي أعطيكم ملخص المحاور يعني الذي ستعتمد عليه لكي تكتبوا موضوع مقالي ولكن التعارف سأعطي معناه لكم في هذه اللغة نعود إلى التمرين أعطي تعارف النتج الداخلي الإجمالي النتج الداخلي الإجمالي قرأته في الثورة الأولى بالضبط قرأته النتج الداخلي الخام وهما بجوجهم عندهم نفس المعنى بكل بساطة هو قاعدك الشي الذي دخلته الثورة من هذه الصناعات والخدمات التي درت في واحدة طرفية معينة النتج الداخلي الإجمالي هي القيمة المادية لقاء السلع والخدمات التي صوبتها واحدة الثورة في واحدة الفترة معينة صافي؟ مزيئ قلت لك سيل بيسهم الجواب الصحيح هناك مظاهر قوة الفلاحة الأمريكية وسنشرح أن ت perspectives إنهم مستمر للإقتراحات تحتل منتجات الفلاحية المراتب الأولى في العالم تاستفيد الفلاحة الأمريكية من ارتفاع نسبة العاملين فيها مح dib preface لكن في المنتجات الفلاحية تحتل المراتب الأولى في العالم إذا كنت تفهم ترصد اليابان ستعرف بالجواب الصحيح هو هذا نقل لكم اليابان كدولة لا يوجد موارد طبيعية وعندها ظروف طبيعية قاسية كلها اليابان عبارة عن جزر تحول اقتصاد روسيا بعد 1991 نحو التخطيط المركزي والتنظيم التعاوني أو الاقتصاد السوق طبعا الحال انتقل إلى اقتصاد السوق من العوام المفسرة الاعتماد اليابان على الصناعات العالية للتكنولوجيا هناك الكثير من الذين يدخلوا ويجعلوا خياراتهم لكن خيار واحد هو الخيار الأولاني اليابان نشات التكنولوجيا وتخصصات فيها حيث لا يوجد موارد الطبيعية ثانيا حيث لدي هذه التعاملة مؤهلة اليابانيين ما قلنا لكم اليوم قلنا لكم بالعامل البشري الياباني يتميز بالعلم والجتة في العمل كان هناك الكثير من العلماء والمهندسين والناس كتبوا الخدمة والجواب سيكون بهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بتقرأ هذا الشيء لخطرك سوف نقوم بتقرأ ثانيا اكمل الفقرة التالية بوضع العبارة التالية في المكان الفارغ نقرأ شاهد الاقتصاد الروسي تحولا من المبني على إذا الاقتصاد الروسي تحول من شيء ما هو ونحن نعرف ما هي هي الاقتصاد الاشتراكي تحولا من الاقتصاد الاشتراكي المبني على هذا الاقتصاد الاشتراكي لا من مبني نرى الكلمات مبني على الخوصصة لا غلط مبني على تخطيط المركزي وتأميم وسائل الإنتاج بتأميم التولى لأراضي الفلاحية والمصانع إلى هذه المترجع ترجع إلى التحول فالروسي تحولت من الاقتصاد الاشتراكي المبني على اقتصاد السوق الذي يتميز به لكي يتميز اقتصاد السوق بالخوصصة والجواب سيكون بهذا الشكل كيف لا ترى هناك موضوع اختباري في متى التاريخ هناك موضوع مقالي بعض النقاط في المقدمة التي كتبين كتبين ساهمات النتائج الحرب العالمية الأولى والأزمة الاقتصادية في صعود أنظمة ديكتاتورية بأوروبا لعجلات الحرب العالمية الثانية وخلفت مراهم جموعة من الخسائر قال لك اكتب موضوع مقالي كتبين فيه هذه المطالب الثالثة أولا تبين الظروف العامة لمهدد الوصول النازيين إلى الحكم بألمانيا ثانيا تدولنا على الأسباب الحرب العالمية الثانية ثالثا تدولنا على النتائج المادية ثالثا تدولنا على الحرب العالمية الثانية أول شيء نبدأ بها هي المقدمة المقدمة تكون مختصرة على الموضوع مختصرة على الموضوع مختصرة على الموضوع ماذا قلت لهم في المقدمة؟ قلت لهم تسببت تبعات الحرب العالمية الأولى وأزمة 1929 اقتصادية في إضعاف الأنظمة الديمقراطية وصعود الدكتاتورية بدلا منها مما سيترتب عنه نشوب حرب العالمية الثانية هذه مقدمة زوينة ولكن لنكملها تحتاج إلى التساؤلات ديما التساؤلات تكون عبارة عن هذه المطالب هذه اللي كتبينها الكهناء كتحولها الأسئلة فما هي الظروف العامة التي مهدت لوصول النازيين إلى الحكم؟ وما أسباب الحرب العالمية الثانية؟ وما النتائج المادية المترتبة عنها؟ سوف نبدأ في الإجابة في العرض العرض يكون عبارة عن أجوبة هذه الأسئلة الثلاثة التي أضعنا السؤال الأولي يقولك ما هي الظروف العامة التي سهلت الوصول النازيين للسلطة؟ يجب أن تكون فاهمة وحافظة لكي تجاوب طبيعة الحال إذا جاءنا الخطاطات على سبيل المثال أتلقاني هنا في هذا المحور بالضبط الظروف التي ظهرت فيها النازية في ألمانيا كان أعطيك الظروف التي سهلت الوصول النازيين للحكم ماذا نقولك هنا؟ كما نقولك الاقتصاد كان متأثر كانوا الطيرابات السياسية بالأحزاب وكانت أيضا عندك طيرابات اجتماعية التي جاءت بسبب الأزمة 1929 ومعادة في أرسايا هاتشي كله عاون نازيين لكي يطلعوا الحكم إذا نقول لهم عانت ألمانيا من ظروف جدا قاسية جراء انهزامها في الحرب العالمية الأولى حيث اجتعلت الصراعات سياسية بين مختلف الأحزاب وانتشرت المشاكل الاجتماعية كالفقر والبطالة والتي ستزداد حتتها بعد وقوع أزمة 1929 التي كانت مدمرة للاقتصاد الألماني المتهالك منها الأساس مما ما هذا لوصول النازيين إلى الحكم إذا شنو درت هنا؟ أعطيتهم الطروف العامة اللي كانت تكتز منها ألمانيا باش عاونات النازيين يطلعوا الحكم كيف مطلبوا مني بالطبط إذا سنأتي لنا نقص الطرق ونكتب بفقرة جديدة اللي سوف نتوفي على الأسباب بطبيعة الحال سنعتمد مرة أخرى على الملخص الحرب العالمية الثانية اللي هو هذا هناك أسباب غير مباشرة وأسباب مباشرة الأسباب الغير مباشرة هي الأزمة الاقتصادية والإضطرابات الاجتماعية والسياسية اللي كانت تتعاني منها أوروبا باش قدروا يطلعوا الأنظمة التكساتورية وبطبيعة الحال كينادنا تنظيم الأحلاف العسكرية المتضطة بالإضافة الأسباب المباشرة اللي هي غزو ألمانيا لبولونيا هنا كنت كندوي على الظروف دي الألمانيا وسليت الهضرة بوصول النازيين إلى الحكم بألمانيا هذه أي آخر حاجة سليت بها لهضرة بما هذا لوصول النازيين إلى الحكم بألمانيا هنا غنجبت هذه النقطة باش ندخل في الفقرات الثانية باش يكون ذاك شي متنصق هنقول لهم الشيء الذي سينتهي بنشوب حرب أخرى مدمرة سميت بالحرب العالمية الثانية وذلك لعدة أسباب هنا غنبدا نجوب منها رغبة النظام النازي في الانتقام من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى عبر تأسيس حلف عسكري مضاط لدول حلفاء وهذه راكينة في الخططة ومن خلال تقوية بلاده باحتلال الدول الطعيفة كبولونيا التي غزاها في واحد شتمر من 1939 والتي كانت سببا مباشرا في اندلاع الحرب العالمية الثانية كيف ما كان في الخططة إذا كيف ما شفتوا لا بغض يخصني نحقق المطلب الثالث اللي هو النتائج المادية دي الحرب العالمية الثانية هنا ننتبه إلا مشيتش ديتي مثلا النتائج اللي كتبت لك الأستاذ أو النتائج اللي كتبت لك أنا كيف ما هي وحطيتها ما هو النتائج النتائج نتائج بشرية القتلى والمطوبين ونتائج اقتصادية واجتماعية كيف نتشار الفقر والبطالة ونهيار الاقتصادية للثول الأوروبية ونتائج سياسية كيف تغيير الخريطة الجغرافية المجموعة من الثول ونهيار إمبراطوريات ماذا طلبوا منك هما طلبوا منك النتائج المادية يعني نتائج من موسى حيث شرح النتائج كتنقسم الجوج همDB نتائج المادية ونتائج غير مادية نتائج المادية همDB فيها الخسائر البشرية واقتصادية والاجتماعية والغير مادية همDB همdio نتائج سياسية لا يمكنك أن تقيم جهدها تؤثر عليها تقدم إذا نحن فقط dip San Love وعندما أن rightly نتشاركي الحنان لدي الفقرات الاني وتزاريخ الوقت سنجبتها جميعا بال vend Beta الحرب العالمية الثانية التي خلفت من ورائها نتائج مادية كارتية وهنا أريد أن ندوي على ذلك النتائج كسقوط عشرات الملايين من القتلى والمعطوبين بين صفوف المشاركين في الحرب مما تسبب في تراجع ماهول في النمو الديمغرافي للدول الأوروبية وانهيار اقتصادياتها وبونها التحتية من مطارات وطرق ومنشآت حيوية وده بغا ندوزول الخاتمة الخاتمة هي الخلاصة ديال هذك الموضوع وتقدر تضف فيها حتى الامتدادات دياله فأنا شمقلت هنا قلت ساهمت عدة عوامل في نشوب الحرب العالمية الثانية التي غيرت مجرى التاريخ وأحدثت تحولات عميقة في النظام الدولي ما زالت أثارها ممتدة إلى يومنا هذا إذن هنا دويت بشكل مختصر على هذا الشيء الذي كنا ندوه عليه وعطينا الامتداد ديال هذ الحرب العالمية الثانية اللي وصل حتى اليوم ترجمة نانسي قنقر